ايها الاحباب الكرام نتحدث عن زواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بام المؤمنين عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما المسمات بالصديقة بانتي الصديقة زواج النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع امنا خديجة كان وعمره خمسة وعشرين سنة هي التي طلبته للزواج وبارك الله تعالى في هذا القران وعاش نبينا صلى الله عليه وسلم حياة زوجية طيبة مستقرة رزقه الله تعالى ستة من الاولاد اربع من البنات واثنين من الدكور من امنا خديجة كانت امرأة عندها المال وعندها الشرف وعندها السلطة لعل ربنا سبحانه وتعالى اختار له هذه المرأة في هذا الطور الاول من عمره لتبليغ الرسالة لكي تعينه على هموم الدعوة فنساء الانبياء لسنك باقي نساء العالمين نساء الانبياء يختارهم المولى عز وجل لكي تسانده وتعينه على حمل هموم الدعوة وتبليغ الرسالة سيدنا النبي في اول امره كان يحتاج الى امرأة حكيمة امرأة قلبها عامر ولها تجربة في الحياة ثم انها ميسورة ماديا عاش معها اجمل ايام العمر وساندته ووقفت معه وقفة عظيمة وضل دائما يتني عليها ويمدحها ويقول خديجة خير نساء اهل الجنة وسيدة نساء العالمين لكن قبل الهجرة بحوالي اربع سنوات توفيت امنا خديجة وسمي العام بعام الحزن بقي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلا زوجة عنده اولاد وبنات وما عنده زوجة وظل معتكفا في العبادة ومتفرغا لحمل الدعوة وتبليغ الدين الجديد لقريش وما حولها لم يكن يهتم بامر النساء ولا بامر الزواج حتى كانوا يقولون له يا رسول الله هل تزوج فيقول ليس بعد لان كل زواج النبي الكريم كان باذن من السماء بعد اربع سنوات ضل النبي الكريم بلا زوجة فكانت اول مرأة سوف تزوجها اسمها سودة بنت زمعة هذه مرأة مسنة لم تكن عندها لا مال ولا جمال ولا صغر كانت مسنة وكانت شكلها متواضع جدا وكانت فقيرة لماذا تزوج منها النبي صلى الله عليه وسلم لان زوجها قتل قتله المشركون ثم هي بقيت بين الظهراني المشركين ليس عندها ظهر وليس عندها عائلة وظلت تبكي الليل والنهار فشق ذلك على النبي الكريم حاول ان يملأ قلبها عطيفة ان يعوضها فكانت تعوضها ان تزوجها وكان عمره اندك حوالي خمسة واربعين سنة وهي عندها سبعون سنة حتى ان كفار قريش من آل بيت النبي استنكروا عليه قالوا لماذا محمد تزوج هذه امرأة سودة وهي مسنة وهي ليست ذات جمال ولا مال وبسيطة جدا لعله اختار سيدة من الفضلاء لكنه كان ذلك بوحي من السماء اراد ان يؤانسها فقط لكي يملأ عليها فراغها وبعد مدة قليلة صار الكلام عن امرأة طيبة انها عائشة بنت ابي بكر الصديق اشتهرت منذ طفولتها بالايمان تشارك اباها تلاوة القرآن لان لم تنشأ في المجتمع الجاهلي نشأت في المجتمع الاسلامي وقد انتشر الاسلام وساد القرآن عائشة تسمى الصديقة بنت الصديق متحت عينيها في بيت الصديقين استمعت الى القرآن وحفظته وامتازت بالفصاحة وبالبلاغة وعندها عقل راجح ودكاء قوي بدأ الخطاب يأتون اليها كل مرة والدها يترق بابه بعض الخطاب فاذا بامرأة مباركة قالت يا رسول الله هل خطبنا لك عائشة النبي الكريم كان دائما يطاطئ رأسه ويستحيي لكن جاءه الوحي من السماء يقول بانه جاءه في صراقة من حرير وقال له اخطب عائشة اخطب عائشة اخطب عائشة فلما استيقظ النبي الكريم ترك الامر ما هي الا ايام عدودات ثم جاءه نفس الهاتف من السماء يقول له تزوج عائشة تزوج عائشة تزوج عائشة ثلاث مرات قال ياتيني الوحي في صراقة من حرير ويقول تزوجها ثم قال ان يكن في ذلك خير يمضه الله تعالى فاذا بالقدر هو الذي يخط الطريق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتتدخل امرأة صالحة كان دورها ان تلاقي بين الازواج والزوجات فعارت عليه امنا عائشة وذهبت عند ابيها ابي بكر وقالت يا ابا بكر بنتك الان صارت منظورة والناس يترقون الباب للزواج منها هل لا زوجتها لرسول الله فقال ذلك اليوم الاكبر فقالت بها ونعمت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم كانت صغيرة ولكن المجتمع في البادية ايام زمان مجتمع صحراوي مناخ شديد كانت الفتاة تبلغ بسرعة وكانت تسمن بسرعة وكانت تكون مستعدة للزواج بسرعة فكان هذا من العادات والتقاليد الحسنة الواضحة من المجتمع وامنا عائشة رضي الله عنها بدت عليها مظاهر الكبر والانوتة والقدر على الزواج مبكرا وقد امتازت بالدكاء والفطنة والفصحة ووفاق كل هذا امتازت بالصلاح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان يحتاج الى امرأة يعلمها مبادئ الدين لتساعده في التبليغ لان المرأة المسنة لن تحفظ القرآن ولن تحفظ الحديث فأمنا عائشة سوف تحفظ لنا اكبر كمية من احاديث النبي الكريم حتى قيل ربع الشريعة الاسلامية بلغتها أمنا عائشة هي التي بلغت معظم الشريعة وبلغت خصوصا ما يتعلق ببيت النبوة ما يتعلق بنومه صلى الله عليه وسلم ويقضته وأداب العشرة الزوجية أداب الجماع ليلة الدخلة كل ما يتعلق بالاستئدان بالطعام بالشراب بالهيئة في اللباس بالدهم باستقبال الضيوف جميع التفاصيل الدقيقة المرتبطة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا البيت هي التي بلغتها وبتفصيل دقيق جدا ثم إنها بلغت لنا أحكام النساء معظم أحكام النساء ما يتعلق بالحيض ويتعلق بالنفاس ويتعلق بالحمل ويتعلق بالعلاقة الزوجية وكيفيتها ومقدماتها وإشكالاتها كلها الذي حفظها عن ظهر قلب هي أمنا عائشة رضي الله عنها فلهذه العلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بهذه المرأة وهي الصغيرة السم لأنه يقال الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر والحفظ في الكبر كالنقش على الرمال سرعان ما تدروه الرياح فكان زواجا مباركا ميمونا تزوجها النبي الكريم لما غاجر من مكة إلى المدينة المنورة وفي السنة الثانية للهجرة كانت غزوة بدر الكبرى وكان انتصار عظيم وكانت فرحة عارمة عند المسلمين فقالوا يا رسول الله هل لا جمعنا لهذه الفرحة فرحة النصر بأن تتزوج بسيدة عائشة فإذا بالأمور كلها تتوافق فيتزوج النبي الكريم بأمنا عائشة يأتي بها أبوها من مكة إلى المدينة وكانت تزامن ذلك مع شهر شوال مثل هذه الأيام شهر شوال بنى بها في السنة الثانية للهجرة كانت أمنا عائشة تحب شهر شوال تقول أفضل شهر للزواج فيه الباركة هو شوال لأن بها النبي الكريم بنى وبها بنى عددنا الصحابة وكل من يبني في شوال إلا وربنا عز وجل يكتب له النجاح والفلاح والبركة حيندك النبي الكريم كان فقير لأن في زواجه مع أمنا خديجة وكانت تارية كان زواجا مباركا دبح فيه عشرين ناقة أكل الناس وشربوا في أول أمره لكن في زواج عائشة كان فقير لأنه أنفق كل ماله على هموم الدعوة كان يعتق العبيد والإماء وينفق على الرقاب ويعطي للفقراء والمساكين حتى ما بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم درهما كان فقير جدا ولم يبق له إلا ثمن صداق الصداق كان 12 أوقية من ذهب يعني بالثمن دينا 500 درهم هذا والصداق دي الأمنا عائشة رضي الله عنها صداق بسيط عده النبي الكريم 500 درهم أما الجهاز الدهاز اللي كان عند النبي الكريم لما تزوج بأمنا عائشة تحكي هي تقول كل هذا روته بالتفصيل لأنها روت ما يزيد عن عن 2210 حديث بالتفصيل الدقيق لما سألوها عن الجهاز قالت لم يكن عند النبي الكريم أنا دك إلا غرفة واحدة فيها آدم ومخدة محشوة بالتبن هذا هو جهاز النبي الكريم فراش فراش بسيط ومن آدم يلدوم ومخدتين محشوتين بالتبن وعنده قربة ماء هذا هو جهاز النبي الكريم خير خلق الله نبي الأمة لما تزوج بأمنا عائشة سألوها هل كان عندكم مصابيح قالت لا لم تكن عندنا مصابيح وإنما لما تغرب الشمس نستعد لكي نقضي حوائجنا بسرعة لكي نستلقي للنوم هناك ضلام فقالوا لها لماذا لا تقيدين المصابيح في الليل قالت لو كان عندنا دهن لا أكلنا لأن المصباح أيام زمان كان بالدهن بالزيت فلو كان عندنا دهن زيت لتناولناه طعاما فلم يكن عندنا شيء من ذلك زوج النبي الكريم بأمنا عائشة كان بسيطا جدا لم يدبح فيه لا ناقة ولا جمل ولا شات ولا بقرة ولا أي شيء هي تحكي رضي الله عنها قالت لم يدبح في زفافي لا شات ولم تنحر جزور أي ناقة لم يدبح أي شيء فقالوا لها وماذا أكلتم في الوليمة والنبي الكريم كان يحط على الوليمة وكان يقول أولم ولو بشات قالت ما كان عندنا طعام وإنما زفافي كان غرفات من اللبن فقد جاءوا بمجموعة من الأواني مليئة باللبن فشارب منها الناس هذا كل متاع عرس النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها جاءوا بلبن وكل منهم يعطونه إناء مليئا باللبن يشربوا منه حتى يرتوي وانتهى الأمر هكذا طبعا أمنا عائشة لما أردوا تزويجها تحكي بالتفصيل قالت بأنني سيق بها إلى الحمام فنضفت وطيبت ثم زينوا لها شعرها وهيئتها ثم أقاموا لها الحناء وجاءوا بها إلى النبي الكريم وكانت النسوة يغنين وينشدن أنشد جميلة والنبي الكريم غلب عليه الحياة كان لا يكاد يرفع رأسه ولما قدمناه إليها ربنا عز وجل بارك ذلك الزواج جعله مباركا حتى إن النبي الكريم لما كان يسأل من أحب النساء لديك يقول عائشة فيقول ومن أحب الرجال لديك يقول أبوها يعني أبو بكر الصديق سيدنا النبي مرت عليه ظروف صعبة يتم وفقر وتهجير وظلم معاناة شديدة كان يحتاج إلى فرحة كان يحتاج إلى سعادة أمنا عائشة وكأنها هدية للسماء معروفة بأنها كانت ودودة وكانت ضحوكة وكانت لعوبة فكان النبي الكريم يفرح بها ويأنس بها كثيرا حتى إن الوحي من السماء لم ينزل في لحاف امرأة سوى عائشة كان النبي الكريم في فراس الزوجية مع أمنا عائشة ودخل عليه الوحي داخل اللحاف فكان من بركات أمنا عائشة رضي الله عنها سيدنا النبي كان يلاعبها وكان يداعبها يا ما لعب معا كان يجريان قالت له يا رسول الله تعالنا تصابق أسبقني أم أسبقك فبدأ النبي الكريم يجري معها وكانت يومها صايرة السم فجارت كثيرا جارت كثيرا فصابقته فقالت له لقد ربيحتك يا رسول الله في الجري مرة سنوات طوال وبعدها أمنا عائشة سوف تسمن وتحمل اللحم فلما جار معها النبي مرة أخرى سبقها ويقول يا عائشة هذه بتلك أتذكرين لما سبقتني ألأنا قد سبقتك ها 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 وضحكوا جميعا كان النبي الكريم يفرح ويسعد بأمنا عائشة لم يكن يسجرها ولا يقمعوا حتى في أحلك اللحظات مرة جاء الحبشة جاءوا من البلاد الحبشية لما سمعوا بالدين الجديد وعندهم تقاليدهم وعادتهم الخاصة فلما وصلوا إلى المدينة دخلوا إلى المسجد النبوي وكذا المسجد النبوي لصيقا ببيته النبي الكريم فصاروا يضحكون ويلعبون ويغنون ويرقصون بحرابهم فإذا بالنبي الكريم ينظر وأمنا عائشة يشرئب عنقها لكي ترى فقال لها يا عائش هل تحبين النظر إليهم هل تودين النظر إليهم قالت نعم يا رسول الله قالت عدمي تروي أمنا عائشة بالتفصيل قالت فأسندت كتفي على كتفه وخدي على خده وسرت أنظر إلى الحبشة وهم يرقصون كانوا يقولون كلاما جميلا بالحبشية لما سأل زيد رضي الله عنه ماذا يقولون قال يقولون محمد رجل صالح وأمره دين فالح فبقيت عائشة تنظر وقالت أريد أن أظهر مقامي عند النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم حكايات طويلة روة عائشة في العشرة الزوجية مع النبي الكريم كانت دائما فرحا وسرورا وبهجة فالنبي الكريم سر كثيرا بها وفرح كثيرا بها أمنا عائشة بماذا امتازت امتازت بالعلم الغزير فالصحابة حينما يستشكل عليهم أمر من أمور الدين المتعلقة بالنساء أو المتعلقة بخصائص النبي المحمد صلى الله عليه وسلم أو بشؤون البيت كانوا يرجعون إليها امتازت أمنا عائشة بالعبادة لأنها تربت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تربت عنده تربية حسنة مباركة على يديه فكانت كثيرة العبادة كانت تقوم من الليل الكثير وتحافظ دوما على صورة الضحى 8 ركعات وتصوم دوما الاثنين والخميس وكانت تقرأ القرآن بالليل والنهار وكل وقتها في حفظ السنة وجمع الأحاديث وتتبيت الأحكام الفقهية كانت عالمة بامتياز أمنا عائشة رضي الله عنها امتازت بالفصحة والبلاغة حتى قال بعضهم إذا نظرت إلى كلام عائشة أمام فطاحل وبلاغاء العرب والصحابة فإن فصحة وبلاغة عائشة تفوقهم جميعا وإذا نظرت إلى علمها وفقها حتى مع الصحابة تفوق علم الصحابة لأنها تربت في بيت النبوة أمنا عائشة امتازت بالزهد كانت زاهدة عاشت حياتها لم تكن عندها لا دهب ولا فضة ولا مرجان حتى ما امتلكت فيما بعد من دهب وفضة كانت تتصدق به مباشرة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لها من بيت المال بأعطية قدم لها معاوية قدم لها عثمان رضي الله عنه قدم لها أزيد من ألفي درهم دهبية قال هذه إكرامية لك أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتروي النساء أن ذلك اليوم كانت صائمة فوزعتها من ساعتها تلك مئتي ألف درهم وزعتها من ساعتها ذلك على الفقراء والمساكين وتعشت بالخبز بالشعير والزيت أفطرت على ذلك زهد كبير امتازت به أمنا عائشة رضي الله عنها ثم إنها كانت تسمى الطاهرة والمطهرة ورضي الله عنها امتازت كذلك بالورع والخشية مع النبي الكريم كانت دائما تتورع مثلا مرة النبي الكريم أردى أن يصلي قال يا عائشة مدي إليه السجادة قالت يا رسول الله إني حائضة فقال لها حيضتك ليست بيدك تتورع من أي شيء حتى إنا كانت تحتجب حتى من العميان كان عبد الله بن أم المكتوم كان رجل كان كفيف وحينما يدخل تتحجب فقالوا لها إنه لا يراك قالت لهم وإني أراه وإني أراه فيها ورع وخشية عظيمة من بركاتها أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما كان مريض وأوشك أن يودع قال لمسائه أستأذكنا أن أطبب في بيت عائشة وكان يومها هو وقتها فقالت سيدنا النبي كان يتصفد عرقا وكانت تمسح بيده الكريم عرقه وتمسح بيده على وجهها فقالت كنت أتبرق بعرقه وهو يعاني من الحم الشديد أثناء وفاته فقالت وما زهقت روحه إلا وسيدنا النبي في حجري ورأسه بين نحري وعنقي بين صدري ونحري رأس النبي الكريم كان بين صدري عائشة ونحرها فقالت أكرمني المولى عز وجل أن ابتل ريقي بريقه وأنني لمست عرقه بعرقي فقالت ذلك من كرامات الله علي أنني لم أود سيدنا النبي إلا وهو معي في حجري أمنا عائشة زواجها مبارك وزواجها سعيد وزواجها كله فتوحات وكرمات حري بنسائنا الصالحات حري ببناتنا وأخواتنا أن يتمتن صفات هذه المرأة الصالحة التي عانت الكثير حتى إنها من معانتها أنها اتهمها بالباطل كثير التهم التي لصقت بأمنا عائشة كثير وكثير هدا بعضها من المنافقين الذين كانوا في المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول وحتى بعد وفتها أن بعض الشيعة سامح أم الله قالوا فيها كلاما سيئا كلاما جارحا وربنا برأها من فوق سبع سماوات حينما أنزل في آيات الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فكانت عائشة تقول حمدتك يا رب وشكرتك أن برأتني من فوق سبع سماوات فردي الله عن أمنا عائشة ردي الله عنها وعن الصحابة أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه